البداية من طلبات الشطب التي تتجدد مع كل معركة انتخابية للكنيسة الإسرائيلي وفي هذه المرة تطال القائمة المشتركة والنائبة عن التجمع فيها هبا ياسبك للحديث حول ذلك سورني أن أرحب بدكتور رمطانس حادي رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة مرحبا بك أهلا بك وينضم إلينا من إكسال سيد محمد دروشي مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في جفعة حبيبة كذلك مرحبا بك ولكن البداية ستكون مع دكتور رمطانس حادي عندما ترون مثل هذه الطلبات طلب شطب الترشح من جديد هل يرهبكم ذلك أم أنها ستكون كما كل طلبات شطب الترشح السابقة ستمر بسلام لا أولا الحالة السياسية والقانونية تختلف عن السابق هيا خلينا نوضحها في البداية ولكن احنا متعودين يعني تقريبا بآخر 20 سنة كل معركة انتخابية تقدم طلبات شطب إما لشطب التجمع أو أفراد يعني مرشحين من التجمع وفي الانتخابات الأخيرة أيضا قبل بضعة أشهر ضد القائمة المشتركة نفسها وفي هذه المرة أيضا في هذه المرة بالأساس ضد نائب هبا يزبك ويعني حزب صغير بفكر بنيدفير اللي قدم طلب شطب ضد القائمة المشتركة ولكن الأجواء السياسية تختلف هذه المرة أيضا في المحكمة العليا الأجواء تختلف من ناحية تركيبة القضاء وانتمائة السياسية أو العقائدية هناك تركيبة قضاء أكثر يمينية صحيح في قضاء مستوطنين موجودين الآن بالمحكمة العليا والجو العام السياسي يعني منشوف أنه فيه تقريبا إجماعة داخل كافة الأحزاب الإسرائيلية من اللي قود لحزب العمل متفقين على طلب الشطب حتى دون أن يخوضوا بالتفاصيل يعني حزب اللي قود نحن مش متفاجئين أنه يقدم طلب الشطب ولا لبرمان حزب لبرمان إسرائيل لبيتنا يقدم طلب الشطب ولكن يكون فيه موافقة فورية من كحولفان ومن حزب العمل أيضا على دعم الشطب هذا فيه علمات استفهام وهذا يوضح مرة أخرى أنه بالقضايا الجوهرية وانت بهذه المرة يعني رجعوا سبع سنين إلى الخلف وخمس سنين وفتشوا بصفحة الفيسبوك عند هي بايزبك مش يعني الطلب يستند إلى أقوال قلتها في السنة الأخير أو خلال عملها البرلماني إنما بوستات كتبت في 2013-2015 وعليها يردون أن يحاسبوا النائب هي بايزبك ولدعاء أن هذه البوستات تدعم الإرهاب أو منظمات إرهابية وما يقلق في واقع الأمر هو موقف كحولفان إنه بشكل فوري تبنى موقف الليكود ودعم الشطب وهذا يضع علامات استفهام جدية على طبيعة هذا الحزب على مواقفه السياسية أو على الدعاء اللي قام فيها بآخر ثلاثة شهر وكأنه يختلف قبل الانتخابات الحالية أو أنه يختلف عن هزب الليكود ولكن الآن مرة أخرى يثبت من حيث الجوهر ومن حيث المواقف والتصرفات لا يختلف كثيرا عن اليمين في إسرائيل إنما هو حزب يميني تقليدي في إسرائيل أذهب إلى ضيفي سيد محمد دراوشي عندما نتحدث عن هذه الازدواجية في المعايير التي يتحدث عن دكتور مطانس شحادي حزب العمل يدعم هذا الشطب كذلك الأمر كحولفان ومن غير المستغرب إسرائيل بيتنا أو إسرائيل بيتين وكذلك الليكود ولكن السؤال الذي يطرح هنا سيد محمد هؤلاء الذين من المفترض أن يكون معهم شراكة ما أو على الأقل مفاوضات ما في المستقبل وعلى رأس هذا الحديث كحولفان كيف يمكن تفسير هذا الموقف الدائم مباشرة لشطب نواب من القائمة المشتركة والقائمة المشتركة برمتها أيضا أنا أعتقد أخي محمد أن القضية هي قضية ربما استذاجت حزب كحولفان السياسية من ناحية ولكن هناك أيضا ربما تكون هذه الخطوة معبرة عن استراتيجيتهم التي ينون اتخاذها في الانتخابات المقبلة نحن ما يقارب شهر ما قبل الانتخابات وعلى ما يبدو أن حزب كحولفان يريد أن يرسل رسالة إلى قاعداته الانتخابية الجديدة قاعداته الانتخابية القديمة أعتقد أن لا مشكلة لها مع أي علاقة إيجابية مع القائمة المشتركة ومركبات القائمة المشتركة من حيث إمكانية عمل مشترك حتى في الانتخابات ومما بعد الانتخابات ولكن على ما يبدو أنهم يعتقدون أنهم لكي يربحوا الانتخابات المقبلة في الثاني من الشهر المقبل عليهم أن يتخذوا قطوات معينة تتناغم مع موسيقى اليمين تتناغم مع الجو اليميني الموجود في إسرائيل ما يسمى اليمين المعتدل في داخل الذي يصوت الليكود يريدون ربما سرقت بعض الأصوات الموجودة من هناك ولذلك يحاولون اليوم الظهور بحلة ما يسمى الليكود با باعتقادي هناك أزمة حقيقية في حزب كحولفان أنه يفتقد إلى استراتيجية واضحة ولا إديولوجية واضحة هو يريد أن يتخلص من نتنياهو بكل طريقة هو لا يعرف ما هي علاقته الحقيقية مع المجتمع العربي بشكل عام ومركباته الحزبية لا يوجد هناك أشخاص ذو إمكانيات وقدرات لكي يتعاملوا ويتعاطوا مع المجتمع العربي بالشكل الصحيح من يدير الحملة الانتخابية على ما يبدو هم جهات يمينية في داخل حزب كحولفان حزب كحولفان هو ليس حزب يساري هو يتحدث عن كونه حزب يميني مركزي ولكن هو ليس أيضا حزب مركز هو حزب مع تركيبة وخلطة من اليمين ومن اليسار ومن المركز ولكن على ما يبدو أن الصوت اليميني هو الصوت المركزي هناك هو الصوت الذي يريد أن يربح الانتخابات بأي ثمن كان حتى لو كان الثمن هو تضحية بشخصية عربية والمشكلة هي ليست مشكلة الأخت هبا يزبك بشكل شخصي هم يحاولون أن يستهدفوا ضحية يقدمونها قربانا أمام اليمين ليظهروا أنهم أكثر يمينية من أحزاب اليمين ولكن ما استغربه ليس فقط حزب كحولفان ما استغربه أكثر هو قضية حزب العمل وعمير بيرتس قبل أول أمس قام بتصريح بشكل مباشر في ريشة بيت أخذ موقف سلبي جدا موقف ربما فعلا يعكس أين توجهاته اليوم نعرف أنه كان يفاوض حزب الليكود بعد انتخابات شهر تسعة بعد انتخابات أيلول على إمكانية الدخول للحكومة وعلى ما يبدو أنه يريد أن يحفظ لنفسه وأيضا خيار الدخول في حزب الليكود هذا أمر مخزي بالنسبة لشخص مثل عمير بيرتس أن يأخذ مثل هذا الدور شخص الذي كان ينادي قبل بضعة أسابيع عن إمكانيات إشراك القائمة المشتركة في إمكانية تحالف معين مع كحولفان في إطار حكومة معينة أن يأخذ هذا الحزب هذا الدور باعتقادي هو فعلا أكبر فشل في السياسة الإسرائيلية على ما يبدو فعلا أنه أيضا في داخل حزب العمل هناك تراجع في استراتيجية تعاملهم مع المجتمع العربي نحن ربما ندخل في حالة معينة من الشراكة الحزبية في داخل الأحزاب العربية ولكن على ما يبدو أن علاقتها مع الحزاب المخرى في داخل السياسة الإسرائيلية أذر على المقاطعة سيد محمد بشكل واضح هل تسمعوني أذرا على المقاطعة السؤال الذي يطرح هنا إذن وأنت كنت من بين الأصوات التي دعت دائما إلى التفاوض دعنا نقول أو الاشتراك في تأثير القرار عبر كتلة مانعة أو الانضمام للإتلاف الحكومي وهذه المواقفة اليوم لكحول لفان ولحزب العمل ولغيرها من التيارات السياسية الإسرائيلية هي التي تظهر صدق موقف التجمع سابقا ربما هكذا يقولون في التجمع على الأقل بعدم التوصية على أولا هذا الموضوع كان مناسب لمرحلة معينة وفي توقيت معين أنا أعتقد أن السياسة تتغير من أسبوع لأسبوع المواقف الإديولوجية هي مربما مواقف جيدة للقاعدة الانتخابية والقاعدة الحزبية في فترة الانتخابات ولكن من يريد أن يدخل في الساحة الانتخابية عليه أن يعرف أيضا كيف يتعامل مع المعطيات موقف التجمع في حين عدم التوصية على بينيغانتس كان موقف التجمع في تلك اللحظة قد يتغير الموقف وقد تتغير الظروف إذا كان حزب كحولة فان مستعد بعد الانتخابات أن يقدم للمجتمع العربي وأن يدخل في سيرورة معينة في اتفاقية سلام أعتقد أن القائمة المشتركة والتجمع من خلالها سيعيدوا حساباتهم ويعيدوا إمكانية دراسة الموضوع بشكل مجدد وصلت الفكرة بالعودة إلى ضيفي في الستودي دكتور رمطانس حدي أرى علامات الابتسام عليك وكأنك تقول اليوم نعم كنا نحن الصادقين بأن لم نوصي على جانتس سيد محمد يقول بأن هذا تكتيك في نهاية المطاف وليس موقفا استراتيجيا لا بالعكس هذا موقف استراتيجي واضح من قرائتنا للمشهد السياسي الإسرائيلي ومش موقف عقائد فقط إنما يستند إلى قرائتنا لحال السياسي في إسرائيل ورؤية صحيحة لحزب كحولفان يعني إحنا شايفين حينها أصلا كحولفان لم يرد التوصية وإحنا لفت انتباه ما قال الأستاذ محمد أن حزب كحولفان سازج أعتقد لا أنه إحنا قسم من إحنا تعاملنا بالموضوع بالسازج حزب كحولفان لم يخفي مواقفه ولا مرة يعني ما غير ما قال أنا أحمل شيء جديد للمجتمع العربي أنا أريد تغيير مكانة المجتمع العربي أنا سأذهب إلى اتفاقية سلام مغيرة يعني حالة جديدة طرح لم يأتي بجديد إحنا بسبب وأنا أتفاهم ذلك أنه بسبب رغبتنا في تغيير نتنياهو كان في جو من خلينا نصوف يعني نقول جرف معين في اتجاه نعم بدنا نغير نتنياهو ولو بأي ثمن بس مش هيك السياسي يا عمي السياسي نتنياهو سيء لماذا ما هو العيب في ذلك هناك نتنياهو هناك جانس هناك نتنياهو هناك جانس جانس أفضل من نتنياهو إن كان يعني لا يقل عنه سوءا نحن نعم أنا أوليت فيه بداقتك رصي على جانس ما إذا بدك تغير فليكن للآخر مش تروع على إشي غير حقيقة إحنا بدنا نغير نتنياهو لأن نتنياهو سيء وخطير ولكن جانس لم يعرض بديل هذا الفرق هذا ما نقوله جانس لم يعرض بديل لا نكفي أن نقول بدنا نتنياهو إذا نفرض أن تغير نتنياهو بجانس افرض عليه يتغير يعني إذا عندك قوة سياسية استعملها للآخر استغلها للآخر أنه تفرض على جانس يتغير افرض على جانس مواقف مختلفة افرض على جانس يطلع يفاوض القاعد المشتركي يا خي لم يفاوض القاعد المشتركي لا بشكل علني ولا بشكل مباشر على فكرة يعني هات نكشف لك سر إحنا هنا وللأستاذ محمد كمان نشوف إحنا التجمع لا إحنا بدنا نقتر وبدنا نغير وبدنا نخدم مصالح أبناء شعبنا وإحنا أهمنا الأساسي مصالح أبناء شعبنا إحنا بعد التوصي كنا فاهمين إنه لن يحتاج إلى التوصي مش رح يغير شيء قرار المشتركة بالنسبة للتركيب لكن كنا بعد التوصي للمشتركة وكان في شكل واضح إذا أجا جانس يفاوض أو يطلب بدعم القائمة المشتركة لا تشكيل حكومة مستعدين نقش الموضوع يعني ما لغينا هذا يختلف عن التوصي توصي إشي شكلي إشي علني لا بقدم ولا بأخر ولكن إذا أجد ساعة الامتحان الحقيقي مستعدين نقش الموضوع بس كنا بنفس الوقت طبعا إذا مستعد إذا بيجي هو جانس يفاوض بشكل رسمي مباشر وعلني ولكن بنفس الوقت كنا نقول هذا إشي نظري هذا إشي نظري بلاش تبنوا عليه وتتصرف وفكا لذلك خليه لما ييجوا يطلب نحتي بالموضوع مش تنطي إشي مجاني وهباء هذا الفرق بينه وبين أو المواقف اللي كانت بالقامة المشتركة لكي نوضح ذلك إذا الموقف التجمع هو في حال كانت التوصية على جانس مؤثرة وحقيقية ويمكن لها أن تغير شيء ما وليس فقط التوصية أمام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يمكن للتجمع أن يدرسها بعناية لا مش هيك أنا قلت أنا قلت بعد التوصية التوصية كان واضح فيش حاجة إلها هذا التغيير سياسي تليخي عند الأحزاب العربية ما كانش في حاجة لهذا الموقف هذا ناقشنا والمليح أن التعددية هي داخل القامة المشتركة هذا كان مصدر قوة للقامة المشتركة وبدنا نحافظ عليها ولكن إحنا شوف يعني حينها كان التجمع مخرج جماهريا إحنا وعين لهذه الشغلة كان فيه هجوم على التجمع وهذا الهجوم مش بحق ولكن لأنه كان فيه أجواء معين وقت الانتخابات إحنا تفهمنا موقف الناس وموقف الشارع وعارفين الغضب عند الشارع بدنا نغير نتنياهو وهذا شارعي كان وقتها وهذا ضروري مش إيش يعني كماليات بدنا نغير نتنياهو هذا إيش مهم جدا ولكن كنا التوصية لن تؤثر شيء بلاش يكون توصية مجانية وما بده إيها مش بحاجة إلها لأنه سيذهب إلى حكومة وحدة وطنية ما هو أنت مرات أنت ما بتتصرف حسب الرغبات أو لشفل ثنكينج عندك للتصرف السياسي في حاجة بقولك أنا هدف الأساس أروح لحكومة وحدة وطنية طب أنت أصغي إلوه ليش تقولها بقولها فقط هيك للمجتمع الإسرائي ولكن هذا ما كان يراد به الاستهلاك الإعلامي لا لا كان جدي جانس بقولك فيش إمكاني وصح حقيقة فيش إمكاني غير حكومة وحدة وطنية ولكن إذا شفنا بالآخر أنه غير رأيه وبده يجي فاوض القائمة المشتركة على إقامة حكومة أو دعم كان القصد دعم لأقامة حكومة دعم إقامة حكومة بديلة عن حكومة التانية مره واحدة مستعدين لناقش بس كنا نقول هذا إشي نظري هذا لن يتحقق لأنه قرئين الساحة السياسية صحفة لذلك أنا بقول ما تغير مواقعك السياسية ولا تغير تصرفاتك على إشي نظري وهم استنق إلى الوقائع بلاش إحنا كمان نبني أوهام عن شارع العربي عند المجتمع العربي وهي مش حققية خلي الإشي تيسير لذلك خلينا نكون نلتزم بالضوابط والثوابط إذا صار إشي تغيير حقيقة جوهر من ناقشه هذا الفرق بالتعامل والإدعاء وإخراع السياسية قرئينها صح وتثبت الآن تصرفات جنس ومغازلته للناخب اليمين وعلى فكرة يخسر حزب كحولفان سيخسر من هذا التغير ما سيرش كل مرة تنط أنت بساحة شكل وبدك تنافس نتنياهو الآن بسحته هذا سيضر بكحولفان بناء على موقف حزب كحولفان وهو دعم شطب القائمة المشتركة وكذلك شطب النائبة عن القائمة المشتركة أنا لا أعرف إذا أعلنوا موقف من شطب القائمة المشتركة فقط من هبايز أعلنوا شطب دعم شطب لأنها هي بايز بناء على هذا الموقف هل سيخسر جنس بشكل رسمي وواضح توصية المشتركة عليه عقب الانتخابات القادمة أنا أفكر يعني إحنا موقفنا لن يتغير واضح ولكن سيكون صعب نعم على الآخرين توصية هل تعتقد بأن هناك مراكبات في القائمة المشتركة عقب كل هذه التطورات ستأتي اللي تقول يمكن أو يجب أتوصية عن القائمة لكن أنا أعتقد سيكون من الصعب من الصعوبة بمكان ليس فقط بسبب هذا أشيء أساسي أنه دعم شطب النائبة هبايز لكن مواقفه شو بدي يعني قضية الأغوار وضم الأغوار الآن صفقة القرم ومغزلته أيضا للإدارة الأمريكية في قضية القدس اللاجئين اليهودية الدولة بالمواقف السياسية الأساسية لا يختلف كثيرا وهذا ما نقوله دائما انتبهوا النقاش أو المنافس السياسي لم تعود في القضايا الجوهرية اللي نحن متعودين عليها تاريخيا قضية الاحتلال ودولة فلسطينية بين المعسكرات الآن الاختلاف بينه بين الكود على مكانة الدين بالدولة على مكانة القضاء الجهاز القضائي على العلمانية على علاقات الخارجية واحنا ما إلنا دور كبير فيها القضايا التقلدية اللي كان الخلاف عليها انتهى فيه إجماع عليها احنا كمان دور هذا لا يعني انه بدنا نغير نتنياهو بدنا نزيه ونفتك منه ولكن أي شخص آخر بده ييجي بده يعني يرغب انه يبدأ نتنياهو بصيرش يستمر بنفس النهج وبده دعمك ما بزبطش فلذلك أنا أفكر صعب جدا أي مركب من مركبات القائمة بعد اللي عم بيصير الآن وموقف كحول فان يروح وقول بدنا نوصيه وكمان زي هذه المرة بدون أي مقابل نوصي توصية مجانية لكحول فان سيكون صعب جدا ابتخاذ هذا الموقف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة